أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضاهها أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أتأل عن أصحاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نفتتح درس هذه الليلة بالآية التي تتعلق بالنسخ وهي قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها النسح أيها الإخوة في اللغة هو الرفع والإزالة الرفع والإزالة إذا نسخت شيئا رفعته وأزلته وقد تكون هذه الإزالة كلية بأن ترفع الشيء كله وقد تكون جزئية كما سيأتي معنا أما في المصطلح الشرعي معنى النسخ هو رفع الحكم المتقدم الحكم الشرعي الثابت بالدليل الشرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه يعني لا بد أن يكون بينهما فترة زمنية فالناسخ والمنسوخ أدلة شرعية وهذا دليل على أن النسخ ليس من أمور الاجتهاد ولا بد أن يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقت تنزل الوحي لأن هذا الأمر النسخ والإحكام والتغيير والتبديل إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى وقوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها فيه دليل أكيد قطعي يرد على من ينكر النسخ هناك من يزعم أنه لا يوجد نسخ في الشريعة لماذا؟ قالوا لأن النسخ في الشريعة لو حصل لدل ذلك على أن الحكمة عند الشرع لم تكن ظاهرة في المرة الأولى فلما ظهرت الحكمة جاء بدليل آخر فغيره وهذا من أبطل الباطل لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بأحوال الخلق وبما يصلحهم والأحكام في مرحلة من المراحل ترائي فيها الشريعة مصلحة الخلق ترائي التدرج وربما يكون فيها في بعض الأحيان شيء من التشديد ليرد الناس ليوقظهم أو ليقوي صبرهم ويثبتهم على دينهم وقد تقدم في الشرائع التي سبقت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أمور فيها تشديد على الأمم خاصة أمة بني إسرائيل شدد الله سبحانه وتعالى عليهم في أمور عديدة عقوبة لهم عقوبة لهم ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم شحوم بهيمة الأنعام ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما من الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعضهم ومنها أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت وقد تقدم معنا هذا الأمر في آيات سبقت وكيف أنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يتحايلوا على هذا الحكم فكانوا يحفرون الأحواض على شاطئ البحر فيدخلوا فيها السمك في يوم السبت ثم يصطادونه في يوم الأحد ولذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى على هذا التحايل لما جاءت شريعة عيسى عليه السلام وبعثه الله تبارك وتعالى خفف الله على بني إسرائيل بعضا مما كان قد شدد فيه عليهم في شريعة عيسى عليه السلام جاءت بتخفيفات ثم لما جاءت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى رفع فيها هذه الآصار والأغلال أصبحت هذه الأمة المحمدية ميسرا عليها في أمورها في دينها ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم ماذا؟ قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فهذا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى ودليل على رحمته بعباده وهذا النسخ واقع في الشريعة دلت على ذلك صرائح آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى في الصيام أول الأمر لم يجب الصيام على القادر جعل للقادر مخرجا من كان مستطيعا للصيام فإنه يستطيع أن يفدي وأن لا يصوم يا أيها الذين آمنوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني إذا ما أحب أن يصوم المستطيع يفدي ثم جاءت بعدها الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ها هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصمه لم يعد هناك مجال الفدية وآيات كثيرة فيها هذا الأمر مثل ما ورد في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت تعتد بحول كامل ثم نسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرة وأحكام كثيرة ذكرت في كتاب الله الكريم وما ذكر أيضا في سورة الأنفال من وجوب ثبات المؤمنين في القتال لعشرة أضعافهم أن يثبت الإنسان المسلم في ميدان المعركة المسلم الواحد لعشرة من الكفار ثم خفف الله عنهم وجعل المسلم مكلفا بأن يثبت لاثنين بدلا من أن يثبت لعشرة أدل كثيرة وأحكام كثيرة فليس فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم تكن الحكمة ظاهرة له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هذا من رحمة الله بعباده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هكذا قال ربنا تبارك وتعالى ثم هناك مسألة أخرى وهي مسألة التدرج يعني أخذ الناس من حال إلى حال حتى يأتي الحكم النهائي الواضح المقرر وقد تهيأت النفوس له يعني مثلا تحريم الخمر ما جاء النص الشرعي بتحريم الخمر مباشرة وإنما تدرج الأمر بهم الأمر الشرعي حتى وصل بهم إلى القناعة التامة بحرمة الخمر ووجوب اجتنابها من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقابل بين السكر وبين الرزق الحسن وهذا فيه تحريك لقلوب المؤمنين إلى أن هذا ليس من الرزق الحسن السكر ثم جاء بعد ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حال أن يكون الإنسان يغالب السكر ثم يأتي للصلاة تختلط صلاته لا يدري فتحرجوا من هذا كثيرا لأن الأوقات بين الصلوات ليست طويلة خاصة بين صلاة الظهر وصلاة العصر فكانوا إذا شربوا الخمر بعد صلاة الظهر جاء وقت صلاة العصر وبعض منهم لم يستفق من الخمر من السكر فتحرجوا وأحسوا أن هذا الأمر سيأتي فيه شيء حاسم حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافع فنزل قوله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا وسارعوا إلى إراقة الخمر وكسر الأواني التي كانت فيها ولكن لو نزل ابتداء لا تشربوا الخمر لما قبلوا بل ربما فتن بعضهم وترك دينهم فتدرج بهم حتى اطمأنت النفوس إلى أحكام الشرع وحتى قوي الإيمان فيها فنزل الحكم هذه حكمة من الحكمة رحمة بالخلق وهذا من حكمة الشرع سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا أن هذا الأمر من حكمته ومن علمه ومن قدره والنسخ لا بأس أن نبين فيه بعض الجوانب النسخ كما يقول العلماء وكما هو ثابت أخذا من الأدلة الشرعية إما أن يكون إلى بدل أو أن لا يكون إلى بدل يعني ينسخ الحكم ولا يأتي بعده حكم آخر بديل له كما في وجوب دفع الصدقة عند إرادة مناجات النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة لكنهم تحرجوا ما كلهم يجد ما يتصدق فأنزل الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فالله سبحانه وتعالى رفع عنهم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم سامحهم الله سبحانه وتعالى لكن قد يكون هذا النسخ بحكم آخر يعني يأتي حكم بدل الحكم الأول كما قلنا في مسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت حولا كاملا ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة وقد يكون هذا النسخ بحكم أقل من الحكم السابق أضعف منه وقد يكون بحكم مساوي له وقد يكون بحكم أثقل منه فأما النوع الأول وهو الحكم الأخف كما ذكرنا في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وكما ورد أيضا في الصيام في مسألة الصيام كان في بداية الأمر يجب على الإنسان المسلم إذا نام بعد صلاة العشاء ألا أن يكف عن كل شيء ألا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله حتى يأتي غروب الشمس في اليوم التالي فهذا فيه مشقة فالله سبحانه وتعالى رفع عنهم ذلك خفف عنهم الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل بعد ذلك خفف عنهم وأباح لهم الأكل والشرب وإتيان الزوجات حتى طلوع الفجر فخفف عنهم في هذا وقد يكون بحكم مساوي يعني ينسح الحكم الأول بحكم جديد يساويه كما في التوجه إلى القبلة التوجه إلى القبلة في الصلاة لا بد منه لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة أمر بأن يتجه في صلاته إلى بيت المقدس فصلى مستقبلا بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم نزل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك بنسخ التوجه التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد يكون هذا النسخ بحكم أثقل حكم أثقل ما كان هذا من أسف السابق ثم جاء حكم فيه زيادة ثقل وهذا الثقل لمصلحة المكلف لمصلحة المكلف هذه جملة مختصرة حول قضية النسخ فهو أمر واقع متحقق في هذه الشريعة وهو دليل على حكمة الله ورحمته بعباده سبحانه وتعالى قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر فما المانع أنه يحكم بشيء في وقت لحكمة يعلمها ثم يعيد الأمر إلى حكم آخر جديد تتطلبه الحكمة وتطلبه المصلحة هذا لا يمنع منه شيء له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هو المالك هو المتفرد بالأمر سبحانه وتعالى ثم قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل موسى عليه السلام كما مرع معنا في تفسير الآيات التي تقدمت أنهم سألوه أن قومه بني إسرائيل سألوه أسئلة خارج عن حدود الشرق أرن الله جهره أرن الله جهره وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره هذه أسئلة ومطالب يعني تخرج عن طوق البشر لأنه حتى النبي المؤيد بوحي الله والمرسل من عند الله لا يملك كل شيء هو يأتمر بأمر ربه تبارك وتعالى يأتمر بأمر ربه تبارك وتعالى لكن هؤلاء الفجرة هؤلاء المعاندون لا يقبلون بشيء ويريدون من هذه الأسئلة صرف الاهتمام وصرف النظر وصرف الناس عن أن يقبلوا بكلام الرسول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل الرسول جاء بالهداية من عند الله تبارك وتعالى وهذا هو سبيل النجاح وهذا هو حقيقة الإيمان فالذي يترك هذا وينصرف إلى أمور أخرى ويطالب بأشياء ليست من حقه ولا تصل به إلى الإيمان واليقين لأن هؤلاء في الأسئلة لن يقفوا عند حد كلما جاءهم بشيء هم متعنتون في هذه الأسئلة كلما جاءهم بشيء رفضوه وردوه ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء عن تعنت كفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وإذا رقى في السماء قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه هذه المطالب والتعنت ماذا قال الله تبارك وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول أنا لست إله الكون الذي يستطيع أن يفعل ذلك كلها أنا آتيكم بما يوحى به إليه فهذه التعنتات من طبع الكافرين والمعاندين لكن تحقيق شيء منها لا يدفعهم ولا يسوقهم إلى القبول وإنما هو من باب التعنت ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هؤلاء المعنيون بهذه الآية هم اليهود ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يريدون أن لا تصلوا إلى الهداية وأن لا تقبلوا بهذا الدين لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم كما ذكرنا في تفسير آيات مضت أنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون وفي كتبهم أنه يبعث نبي في آخر الزمان وهذه أوصافه وهي أوصاف النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلما بعث من غيرهم حسدوه لأنهم لا يريدون أن يكون النبي ولا أن يكون الخير ولا أن تكون الهداية إلا منهم يقولون إنهم هم أبناء الله وهم أحباؤه فحسدوا قال حسدا من عند أنفسهم يعني هم ما كانوا ينكرون أن هذا الوحي وأن هذه الآيات وأن هذه المعجزات من عند الله لكنهم تركوها وأرادوا أن يخرجوا أتباع هذه الملة إلى الكفر من باب الحسد هذا الذي أكل قلوبهم وجعلهم يكفرون بما أنزل إليه ما أتاهم به هذا النبي وتعلمون أن الحسد أول معصية عصي الله تبارك وتعالى بها وهي معصية إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم وهو يعلم أن الله هو الذي خلق آدم وأن الله هو الذي خلق الكون وأن الله هو القادر على كل شيء وهو الذي أمرهم أمر بالسجود لآدم لكنه تأبى حسدا قال يعني أسجد لمن خلقت طين خلقتني من نار وخلقته من طين هو يرى أن النار أشرف من الطين فلا يمكن أن يسجد كان المفترض أن يكون السجود له هو فحسده فأوجب له ذلك الأمر لعنة الله وغضبه إلى قيام الساعة قال الله سبحانه وتعالى ماذا قال لعباده المؤمنين حيال هذه المفاسد وحيال هذا الحسد وحيال هذا الكيد قال فأفوا واصفعوا وهذا كما يقول علماء في بداية الأمر قبل مشروعية الجهاد قبل مشروعية الجهاد الله سبحانه وتعالى أمرهم بالصبر والعفو والصفح والاحتمال حتى يأتي الله بأمره وأمر الله الذي أتى هو شرع الجهاد فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسله كل الآيات التي تدل على القتال إنما جاءت بعد هذا لكن قبلها الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصبر والثبات والعفو والصفح والتثبت والصبر حتى يأتي الوقت الذي يأمرهم الله سبحانه وتعالى فيه بالقتال نعم فأفو وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير له الخلق له الأمر هو المدبر هو الذي يعلم الحكمة متى يكون هذا الأمر ومتى لا يكون قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في هذه الحال التي لا تستطيعون فيها القتال ولم يشرع لكم القتال ماذا عليكم؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأي عمل تقومون به من هذه الأعمال الصالحة لن يضيع عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لن يضيع هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى وهذا فيه إلماحة إلى أوقات الفتن وأوقات الضعف وأوقات العجز عند المسلمين إذا ما استطاعوا أن يقابلوا عدوهم إذا ما استطاعوا أن ينتصفوا منه عليهم أن يلجأوا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وهذا كما جاء في الحديث العبادة في الهرج يعني وقت القتل وقت الفتن اللجوء إلى العبادة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير جاء جاء ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أمرا عظيما جاءوا به هنا وذكروه وقد تقدم عنهم ما يشبهه هؤلاء اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى من أين لهم هذا؟ قالوا أما اليهود فهم يقولون شعب الله المختار ها؟ اذكروا نعمتي التي أنعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين قالوا هذا في زمانهم كان ويوم أن كانوا على الهدى واتباع نبيهم لكن بعدا غيروا وبدلوا ما بقيت لهم كرامة ولا بقيت لهم حرم ثم النصارى يقولون عيسى ابن الله وقد صلبوا افتداهم افتداهم من المعاصي فسيدخلون الجنة وقالوا الجنة لهم يعني ليس لغيرهم شيء هؤلاء لأن الله فضلهم كما يقولون وهؤلاء لأن عيسى رسولهم هو ابن الله تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم هذا الكلام الذي يقولونه ليس عليه دليل تقدم معنا في الدرس الماضي أنهم قالوا وقالوا أو في الذي قبله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهد فلن يخلف الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم في أقالبهم فليس لأحد عند الله سبحانه وتعالى قرب يعني حسي ولا يعني نسبي ولا سببي إلا بالإيمان والاستقامة من كان أتقى فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأما ما عدى ذلك فالخلق كلهم في ميزان الله تبارك وتعالى سواء قل هاتوا برهانكم هذا الذي تقولونه أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى هاتوا الدليل على هذا ما عندكم دليل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هو شرط الجنة هذا شرط الجنة من أي عنصر من أي عنصر أو من أي أمة أو من أي زمان أو مكان من أحسن من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربي هذا هو الذي يستحق دخول الجنة لا لكونه يهوديا أو نصرانيا الأمر ليس حكرا على هؤلاء وحتى هؤلاء من كان منهم قد آمن بالله تبارك وتعالى واستقام على طريقه الذي جاءه به محمد عليه الصلاة والسلام فهو من أهل الجنة من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم نعم ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ما بين هذه الطوائف الضالة وطائفة اليهود وطائفة النصارى وهم بني إسرائيل قال قالت اليهود وليست النصارى على شيء باحتلاب بينهم اليهود يقولون النصارى هؤلاء لا يصلحون على شيء وليس لهم خير وليس لهم قيمة ولن يكون لهم اعتبار في الآخرة والنصارى ردوا عليهم بمثلها وقالوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نحن الناجون ونحن الفائزون ها وهم يتلون الكتاب عندهم في كتبهم أن القضية أن القضية ليست بالعنصر أو بالنسب أو بالمكان أو بالزمان إنما بالاستقامة على كتاب على دين الله تبارك وتعالى وهم يتلون الكتاب يعني يعلمون أن دخول الجنة وأن النجاة في الآخرة إنما هي بالثبات على دين الله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله حتى هؤلاء المشركون قالوا مثل هذه الأقاويل غير اليهود والنصارى كلهم يقولون نحن أحسن نحن أفضل نحن أقرب لكن ما عندهم دليل فالله سبحانه وتعالى يقول فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذه الاختلافات وهذه الدعاوى سيحاسبهم الله عليها في يوم القيامة من أين لكم هذا من أين لكم هذه هي الأقاويل الضالة الباطلة قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين المساجد هي بيوت الله في هذه الأرض وهي كما جاء في الحديث أحب بقاع الله إلى الله كما قال النبي عليه السلام أحب بقاع الله إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق لأن الأسواق هذه يجري فيها التنافس والكذب والحلف الباطل وكذا والنج والتظالم لكن المساجد هذه إنما هي لذكر الله تبارك وتعالى هي هذه الأماكن المخصصة لذكر الله وعبادته هذه المساجد أعظم بقاع الأرض بركة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وليس فيها إلا ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأصناب حتى العلم وتعلم العلم فيها هذا من ذكر الله تبارك وتعالى حتى الجلوس الجلوس عقب الصلاة هذا في المسجد الاستمرار في الجلوس هذا يعتبر عبادة له أجره عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الملائكة لا تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه يعني ما دام على طهارته ولم يؤذي أحدا ولم يرتكم أمرا مخالفا للشراء الملائكة تصلي عليه ما معنى تصلي عليه تدعو له ماذا تقول الملائكة كما جاء في الحديث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذه المساجد شأنها عظيم ولذلك كان أول أمر بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجرة فيه ما هو بناء المسجد بناء المسجد هذا المسجد فيه كل الخير وتنطلق منه الدعوة وتقام فيه الصلوات وينادى فيه لذكر الله تبارك وتعالى هذه المساجد لا توجد بقعة أخرى في الأرض أفضل من هذه المساجد لكن المساجد في الإسلام ليست كالكنائس المساجد هي كل مكان يصلى فيه تجتمع الناس للصلاة فيه وأن يكون طاهرا وأن لا يكون فيه شيء من مخالفة الشرع لا صور ولا تماثيل ولا كذا هذا يعني هذا مسجد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ما ألزمها بمبان ولا بأشكال ولا بهيئات وهذا لا يمنع من أن تعمر المساجد وأن تقام كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك إن يكونوا منه هذه المساجد الذي يسعى في تخريبها بهدمها مثلا كما يفعل هؤلاء المجرمون الآن هدموا مئات المساجد أو بالتضييق عليها أو بتنفير الناس منها أو بفعل ما يضيق عليهم في الوصول إليها لو كان بعض المتنفذين مثلا اتخذ وسيلة أو بعض الظلمة مثلا ضيق عليهم الأبواب أو المداخل أو منعهم هذا كله من الظلم أو ويأتي على رأس ذلك هدم هذه المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها تخريب ليس بالضرورة أن يكون كما قلنا بالهدم قد يكون التخريب بالمنع بطرق وسائل شيطانية عديدة تمنع الناس من الوصول إلى هذه المساجد أو تضيق عليهم أو تنفرهم لأن يسلط عليهم بعض الروائح الكريهة أو يعني أن يفتح فيها بعض يعني مجاري المياه أو كذا هذا كله مما حذر الله سبحانه وتعالى وبيّن أنه من أظلم الظلم والذي يفعل ذلك يبوء بإثمه لأنه يمنع هذا الخير عن الناس ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هؤلاء الذين يسعون لمنع المساجد أو لتخريبها يعني عندما يأتون ويدخلون فيها قلوبهم منخلعة بعد أن منى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بالنصر والتمكين في عهد الرسول عليه الصلاة لا يدخلون إلا وهم خائفون على أنفسهم من هذه المساجد ومن عمارها ومن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا خزي ذله ولهم في الآخرة عذاب عظيم على هذا الفعل الشنية الذي ارتكبوه الذي ارتكبوه قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هذا له سبب نزول كما يقول العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة كما ذكرنا في بداية الدرس كان يصلي إلى بيت المقدس يتجه في قبلته إلى بيت المقدس ثم لما أمره الله بالتوجه إلى الكعبة أثار هذه الشبهة قالوا كيف كان يصلي إلى بيت المقدس ثم غير الله سبحانه وتعالى يقول الجهات كلها لله والكون كله لله لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هو الذي أمر بذلك سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالتوجه إلى بيت المقدس أولا ثم أمر بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة بعض العلماء يذكر حكمة في التوجه إلى بيت المقدس في بداية الأمر بعد هجرة النبي عليه السلام ما هي هذه الحكمة التي يقولونها يقولون هذا لتألف اليهود تألف أهل الكتاب لعلهم أن يسلموا لعلهم أن يدخلوا إلى الإسلام حتى يبينوا لهم أن هذا التوجه إلى بيت المقدس ليس فيه أمر محرم ولا منهي عنه في الإسلام وأن الأصل أن كل من أرسل إليهم رسل أنهم إخوة وأنهم على دين الله حتى يعودوا إلى دين الله ويقبلوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح أكل طعام أهل الكتاب وأباح نكاح نسائهم هذا كلهم من باب تألف قلوبهم لكنه لم يحصل بهم يعني فيهم شيء بسبب هذا إلا يعني ما كان قليلا يعني من بعضهم قال وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون هذه أعظم فرية أن يدعى لله الولد كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يعني قال يؤذيني ابن آدم يعني عندما ينسب إليه الولد الله سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فهؤلاء قالوا اتخذ الله ولدا ماذا قالت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله والنصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه سبحانه هذا الرد في هذه الآية عليهم من جهتين الله سبحانه تعالى تعالى وتقدس وتنزه الله يعني تعالى عن الوالد والولد سبحانه يعني يعني التنزه وتعالى هذا الدليل الأول الذي يرد على قولهم أن الله له ولد والدليل الثاني ما هو قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانته هو الذي خلق الخلق وهو الذي له الأمر وهو الذي أرسل الرسل وهو الذي يحيي وهو الذي يميت ما حاجته إلى الولد وهم يعرفون هذا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله هم يعرفون هذا إذن ما الحاجة ما الحاجة إلى أن يكون له ولد فرد عليهم في هذه الآية بردين الرد الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى سبحانه تعالى الله وتنزه عما يقولون والرد الثاني أن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون هو الخالق هو المدبر هو القادر فما حاجته إلى الولد بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل الخلق خاشعون خاضعون هذه الله أمام قدرة الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض يعني الذي أبدع خلق السماوات والأرض وما معنى الإبداع الإبداع هو إيجاد الشيء على غير مثال سابق على غاية من الحكمة والدقة فالله سبحانه وتعالى أبدع الخلق أبدع خلق السماوات وأبدع خلق الأرض وأبدع خلق الإنسان وأبدع خلق الحيوان وأبدع كل شيء في هذه الأكوان خلقها ابتداء على غير مثال سابق ما كانت موجودة عند أحد حتى يكون خلقا يشابه خلقا فإنما هذه بقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يعني المسألة في ميزان الله الخلق هذا في ميزان الله ليس بحاجة إلى تعب ولا إلى جهد الله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك وهو القادر على كل شيء إنما يخلق ويقدر ويدبر بكل فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن في الخلق خلق الخلق كن في السماوات وجدت السماوات كن في الأرض وجدت الأرض وهكذا فالقضية يعني يستوي في علم الله سبحانه وتعالى القليل والكثير والكبير والصغير كلها بكلمة واحدة كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية هذا كما قلنا قبل قليل هذا من التعنت لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية إذن ماذا يرسل هذا الرسول والرسول يقول إنه يوحى إليه لماذا لا يكلمنا الله مباشرة منه إلينا وهذا كلام من باب التعنت كما قلنا وإلا فالخلق لا يستطيعون استقبال الوحي ولا يستطيعون استقبال الملك الذي يأتي بالوحي الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في كتابه الكريم وقالوا لو لا أنزل عليه ملك يعني لو كان هذا النبي صادقا يقولون كما يزعمون لأنزل الله عليه ملكا هو أنزل عليه ملكا أنزل جبريل لكنهم لا يرون جبريل لماذا قال الله تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني لو أن الله أنزله ملكا عليهم ما استطاعوا أن يروه في صورته وفي هيئته التي خلقها الله عليها كما ورد في وصف جبريل عليه السلام يعني جناء بأجنحته قال ملأ ما بين السماء والأرض هذا ملك واحد فكيف الخلق يستطيعون رؤيته والسماع منه فلابد إذن من أن يأتيهم في صورة رجل وهذا حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مراتب الإسلام الحديث الصحيح ماذا قال قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل لا يظهر عليه أثر السفر ولا يظهر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال أخبرني على الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال أخبرني قال صدقت الصحابة استعجبوا السائل العادة أن السائل إذا سأل ماذا يريد يريد أن يتعلم لكن هذا يدل على أن السائل هذا عالم عندما يقول له صدقت قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال صدقت قال ثم ول فلما ذهب غاب عنهم ما عادوا يرونه قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم هذا رجل لا نعرفه في بيئتنا وليس عليه أثر الإنسان الغريب القادم فيابه بيضاء نظيفة وهيئته لا تدل على أنه مسافر لأن السفر يترتب عليه الإعياء والتعب وتظهر علامات على هذا المسافر قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم بينا طيب هؤلاء لو أن الله أنزل عليهم ملكا لم استطاعوا أن يروه في هيئته فسيجعله في هيئة رجل مثلهم ثم يعودون مرة أخرى قالوا هذا رجل سيقولون بعد ذلك هذا رجل فكيف نحن طلبنا ملكا وهذا رجل ويعودون إلى الطلب السابق والفرية التي قبلها ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني عادوا إلى الفتنة السابقة قالوا لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقل فيما قصه الله تبارك وتعالى عن أحوال المعاندين والمكذبين من الأمم مع أنبيائهم هذه الطلبات طلبات الإعنات والتشدد الذي لا يراد منه الوصول إلى الحق عندهم جميعا كأنهم اتفقوا هذه الأمم التي جاءت في أحقاب متعددة من الزمان لكن كأنهم اتفقوا على شيء واحد وهو هذه المطالب المتعنتة كل أمة يأتيها نبي يأتونه بهذه المطالب المتعنتة فيقول الله سبحانه وتعالى قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقنون الآيات والأدلة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الشريعة فيها الكفاية وفيها الغنية لمن أراد الهداية لمن أراد الهداية وأما من كان قصده الغنات فلن ينفعه شيء ولن يقبل بشيء مهما نزل عليه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني استمر فيما أنت عليه من تبليغ شرع الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إليه وبيانه لهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أرسلناك للناس بالحق بشيرا ونذيرا وهذا فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مكلفا بتحقيق الهداية إن عليك إلا البلاء هو مبلغ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها هذه مهمة الرسول أنه يدعو ويبين ويشرح ويوصل هذه الهداية للناس لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني هؤلاء الذين لن يقبلوا بالهداية ولن تنفعهم هذه الآيات وهذه الدعوة لأن تلست مسؤولا عنهم ولكنهم سيقدمون على الله سبحانه وتعالى وسيكون جزاؤهم دخول الجحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويمكن لعباده المستضعفين في الأرض وأن ينصرهم على أدوه منه وعلى كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر